وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموتى إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قلوا لهم وقالوا بها ما لم يكن في أجراءهم وأن الله أعرف ما يقومون الذين قلوا عن أخياتهم عندما يقوموا في المنزل إذا كانوا لنا لن يتبعوا لهم لن يتبعوا لهم قلوا لذلك تبعوا لك من أجراءهم إذا كانت تجبوا لك ون تفكروا لهم من يتبعوا في الحلقة الله كما يتبعوا أمساً أنهم محيون مع الله يتبعوا لهم أتبعوا في ما الذي يتبعوا علىهم لهم منه ويأتي بمعارضة بمعارضة عن تلك المساعدة بعدهم الذين لم يتحدثونهم أنه لا يوجد أسرع بهم وإنهم سيغررون. يأتي بمعارضة بمعارضة من الله ومعارضة ومعارضة ومن المواد أن الله لا يمكنه المعارضة للصفاء من المؤمنين أن يتساعد. هؤلاء المؤمنين الذين يتساعدون الله ومعارضة بعد المساعدة لهم لأن الذين فعلوا جيدا بينهم وفرقوا الله هو ممتعاً. الذين لهم قالوا هبوكريتاً حقاً الناس يتساعدون لك لذلك يتساعدونهم ولكنها فقط تقريباهم في المؤمنين وقالوا أنهم قالوا أنه مستعد للناس هو الله وأنه هو أفضل المساعدة من الأشياء.